محقيقة من الأشياء المهمة في سعادة الأسرة هو أن تنشأ العلاقات مستقرة بين أفراد الأسرة جميل ومن أول شروط هذه العلاقة هو منح للحاجات النفسية يا سلام المنح الأمان منح الحب منح التقدير منح الثقة وهذا بدوره سيحقق الاستقرار يودي الاستقرار والخلوم من المشكلات والخلوم من المشكلات البعد المشكلات أو البعد المشكلات نعم أيضا من الأشياء الأساسية والجوهرية في سلامة أفراد الأسرة هو أن يكون فعلا أركان الأسرة وقصد بها الآباء بالدرجة الأول الآباء والأمهات أن يكون أيضا لديهم شيء من الاستقرار النفسي لأن استقرار الأم النفسي يتبعه استقرار الأبناء والبنات استقرار الأب النفسي يتبعه كذلك استقرار الأبناء والبنات جميل كذلك يتبعه استقرار الأبناء خاصة الكبار والبنات هذا ينعكس الذين يمارسون دور قريب من دور الولدين أحسن